السلام عليكم ورحمة الله عزيزي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة جديدة نكمل فيها الحديث عن الأسماء الستة ونخص الحديث فيها عن لغة القصر ولغة النقص في الأسماء الستة كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأسماء الستة وقلنا قبل ذلك إن اللغة العامة فيها هي لغة الإتمام ولكن هناك بعض لهجات العربي يتعاملون مع الأسماء الستة بطرائق مختلفة أولا نتحدث عن اللغة الثانية بعد لغة الإتمام لتحدثنا عنها قبل ذلك نتحدث عن لغة القصر في الأسماء الستة ويقصد بها هو أن تلزم الأسماء الستة في آخرها الألفة في جميع حالاتها أو في حالاتها جميعها في الرفع وفي النصب وفي الجر ويكون الإعراب مقدرا على الألف للتعذر بحركات أصلية مقدرة على الألف وهذه لغة بعض العربي أما اللغة الأشهر هي لغة الإتمام التي نتعامل بها مع الأسماء الستة وهي لغة الذكر الحكيم تقول مثلا على هذه اللغة حضر أخاك فالمرفوع لم ترفع الضم المقدرة صافحت أخاك مفؤل به منصوب على متنصب الفتحة المقدرة على الأرف طبعا مررت بأخاك وليست بأخيك مجرورة هنا وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر طيب ومنها ورد من كلام العربي قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد رايتها موضع الشاهد وأبا أباها لو سرنا على اللغة الأشهر وهي لغة الإتمام لكنا قد قلنا إن أباها وأبا أبيها لكن الشاعر هنا قال وأبا أباها على لغة ماذا؟ على لغة القصر فموضع الشاهد هنا أبا أباها والشاهد هنا أن هنا لغة ماذا؟ هذا شاهد على لغة ماذا؟ على لغة القصر في الأسماء الستة الأسماء الستة أي تلزم الألف دائما في آخرها في جميع حالاتها اللغة التالية وهي الثالثة والأخيرة في لغة الأسماء الستة أو لغة العرب في الأسماء الستة لغة النقص في الأسماء الستة ما المقصد بها؟ انتبهي لهذه يقصد بها إعراب الأسماء الستة بالحركات الظاهرة ويحذف حرف العلة اللي هو حرف الإعراب بالألف أو الواو أو اليا في حالة الرفع بالواو في حالة النصب بالألف وفي حالة الجر بياه تحذف هذه الحروف فتقول هذا أبك وليس هذا أبوك ورأيت أبك ما فعل به المنصب على النصب الفتح الظاهرة عادي جدا وحذفت منه حرف العلة ومررت بأبك وليس بأبيك يبدأ هنا هذا أبك وليس هذا أبوك وهذا أبك وليس هذا أباك مررت بأبك وليس مررت بأبيك هذه الأولى لغة الإتمام وهي اللغة الأشهر أما هذه بحذف حروف العلة تسمى لغة النقص وهي ضعيفة من لغة العرب وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يقول فيه من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهاني أبيه بل بأ حرف جر وهاني اسم مجروره على من جره الكسرة وهذه على لغة ماذا؟ على لغة النقص من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهاني أبيه ولا تكنونه وأيضا ورد منها شعرا من كلام العربي كقول الشاعري بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم لو أننا على اللغة الأشهر واللغة الأفصح ولغة الإتمام نقول بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم لكنها هنا جاءت على لغة ماذا؟ على لغة النقص في الأسماء الستة في الأسماء الستة حيث حذفت حروف العلة ملاحظة أخيرة نجمل فيها الحديث عن الأسماء الستة مع لغات العرب أو مع لهجات العرب فهي ثلاثة أقسام من حيث لهجات العرب أو لغات العرب في التعامل مع الأسماء الستة القسم الأول من الأسماء الستة ما فيه لهجة واحدة يعني يأتي بلهجة واحدة وهي لغة الإتمام فيعرب بالحروف وهو كلمة ذو وفو لا تعرب إلا بالحروف رفعا ونصبا وجرا القسم الثاني من الأسماء الستة ما فيه لهجتان وهو هنو ففيه النقص وهو الأفصح يكون بدون حروف العلة وفيه الإتمام وهو أقل فصاحة ولذلك عده بعض النعات عدهم وقال الأسماء الخمسة وليس الستة أما القسم الثالث من الأسماء الستة ما فيه ثلاث لهجات الإتمام والنقص والقصر وهو كلمة أب وأخ وحم الحم بمعنى الحم الإنسان ففيها الإتمام والقصر والنقص ولكن النقص فيها نادرا الأكثر فيها الإتمام والقصر هذه كانت لهجات العرب مع الأسماء الستة وطريقة إعرابها فإلى نوع جديد من أنواع الكلام الذي يعرب بعلامات فرعية وهو المثنى في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى اللقاء